أشرفت منظمة التلاقي للحرية والمساواة وهي منظمة غير حكومية على توقيع الميثاق الوطني للتعايش المشترك بين الأديان كان الميثاق حصيلة عمل استغرق ثلاث سنوات تخللتها سلسلة من الجلسات الحوارية قبل الإعلان عن التوقيع على مبادئه بحضور ممثلي الأديان والطوائف في تونس ميثاق أخلاقي معنوي بين مختلف الأطراف الممضين اللي مثلوا أنفسهم أو من أراد أن يكون معهم كثير من الناس يقولوا احنا نعمل في ميثاق سلم وميثاق تعايش احنا بناتنا خصومة أو انتم قاعدين تروجوا كأنه فهم خصومة احنا لا احنا قلناها منذ البداية قلنا احنا عملنا الميثاق هذا حتى لا نصل إلى مرحلة الخصوم وقع على الميثاق الوطني المشترك مركز آل البيت وممثل الكنيسة الإنجليزية في تونس وحاخام الكنيس اليهودي وممثل الطائفة البهائية ورئيس اتحاد الطرق الصوفية دائما التنوع هو ثرى لو ننظر له منظور إيجابي هو ثرى لو يحسن توظيفه هو خدمة للمجموعة ككل أردناه رسالة للمستقبل أكثر منها رسالة للحاضر رسالة للمستقبل رسالة أمل رسالة وحدة رسالة محبة لم يأخذ الميثاق شكل قانوني المعترف به رسميا في إطار حكومي وهذا ما دعا المتحدث باسمه لاعتباره ميثاق أخلاقي ومعنوي لا يخضع لأي التزامات أو تبعات قانونية وتتابعه وزارة شؤون الدينية يؤكد الموقعون على هذا الميثاق الوطني أن التنوع الديني والمذهبية في المجتمعات الإنسانية لا يبرر الصراع والتصادم بل يدعو للحوار والتفاهم الوطنية تيفي أنس الكنياني تونس